اشتركوا في القناة اشهد مستوى من التكنولوجيا لم يسبق له مثيل درجة من التواصل غير مسبوقة لدينا الذكاء الاصطناعي محن اقتصادية كبيرة وخلال هذه الجائحة نرى بعض الاعمال التجارية انطلقت بسرعة كبيرة والبعض تهاوت حرفيا وكل هذا قد خلق تحركا الهيا هناك تحرك الهي حول العالم بحيث يمكن للكنيسة ان تجلب ما تستطيع هي فقط ان تجلبه الحيا والرجاء الان والى الابد هذا ما اريد ان اذكرك به ان اعظم التحركات الالهية تحدث في الازمنة العصيبة هذا منطقي صحيح نعرف من كلمة الرب انه يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة في الاوقات التي تتهاوى فيها الثقافات وتسقط الى الحضيض فحينئذ فقط تبدأ في رفع عيونها الى العلاء وتدرك نحن بحاجة الى المساعدة هذه التحركات الالهية تبدأ على نطاق ضيق للغاية بحجم حبة الخردل لا يبدأها اشخاص من المشاهير كثيرا ما يبحث الناس عن المخلص العظيم نموذج المسايا والشخصية العظيمة ولكنك لو درست تاريخ النهضات والعهد الجديد وتاريخ الكنيسة ستجد انه عندما تسوء الامور هناك مجموعة صغيرة من الاشخاص يتأملون في مقاله يسوع المسيح والكتاب المقدس ويدركون ان ما نحياه الان وما دعانا اليه يسوع مختلف تماما وبدلا من ان يلقوا اللوم على الاخرين فانهم يفحصون انفسهم ويقولون يا رب افعل ما تحتاج وما تريد ان تفعله بداخلنا غيرنا وهناك قادة ورعاة يرجعون ويقدمون توبة والمرجعية التي يستندون اليها ليست التقاليد ولا الطرق التي كان يتبعها بعض من كانوا في السلطة بل الى العهد الجديد ومن هو يسوع بحق الرب يولد امرا جديدا واؤمن باننا نعيش في ذلك الوقت وهو يدعونا كرعاة ان نرجع اليه بصورة شخصية ونبني مملكته وليست مملكتنا نركز على يسوع وليس على بدعة مثيرة او قضية خذ وقتك واسأل نفسك الآن هل انا احمل الشفاء للاخرين هل احمل الحياة والتشجيع لمن هم حولي هل اركز اكثر على العقارات والمباني والخسارة ام انني اعتبر ما يحدث فرصة انتهيزها لاستثمر في العلاقات تلك كانت الاشياء التي تحدثنا عنها تركيزنا يجب ان ينصب على المسيح وليس القضايا على الشفاء وليس العدائية اولوياتنا هي العلاقات وليست العقارات وما سنتحدث عنه اليوم هو التجديد والابداع وليس الصخط عندما تتغير الاوضاع على نحو سريع وتكون هناك تحولات في الثقافات والسلطة يمكن حدوث امور معينة في حياة القائد وعندما يكون الامر خارج عن السيطرة سواء داخليا او خارجيا ولكن هناك فقدان للسيطرة والناس تقول يمكنك فعل هذا او لا يمكنك ونحن ققادة قد نجرب بان نسخط على الاوضاع ويختلف الصخط عن العدائية فالعدائية تعني انا ثائر ولكن الصخط يحمل في طياطه الغضب والحنق لوقوع نوع من الظلم علي وهذا يحدث بطريقتين رئيسيتين خارجية وداخلية دعني امثلها لك الطريقة الخارجية مثلا كنيستك كانت تلعب دورا ما في المدينة او المجتمع او ان لك تاريخ من الانجازات بسبب ما قمت به او ما فعله الرب في افريقيا وصار العالم الى ما هو عليه او ان ما احرسته غير امورا في امريكا اللاتينية وذلك ما فعلته الكنيسة والان في ظل هذا التحول الكبير في السلطات فانه يتم تهميشك وتقليص مهامك هناك قوانين جديدة يتم تطبيقها وفجأة تتغير القيم وكل ما هو حق يتحول وينقلب الوضع الذي كنت فيه ومن هنا يولد الصخط في حالتنا كل شيء اغلق حولنا اعيش في عالم لم اتخيل ما هو عليه فنواد القمار تفتح وابواب الكنائس لا ومن هنا ينبثق مستوى معين من الصخط فنحن من قمنا بمساعدة اللاجئين وتنظيف الحضائق واشتركنا مع البلديات في مساعدة المرضى اهذه الطريقة التي تعاملوننا فيها؟ من هنا يأتي الصخط كيف يظهر هذا في عالمك الخارجي؟ ثانيا يظهر الشعور بالصخط في العالم الداخلي اجل داخل الكنيسة داخل جماعة الاخوة لدينا حدثين همين على مستوى العالم احدهما هذه الجائحة والاخر هو الصرخة لاجل العدالة الاجتماعية والوضع انه توجد انقسامات داخل الكنيسة بسبب قضايا سياسية تحدثت مع رعاة واحدهم قال بعض الاعضاء عندي في الكنيسة اعرفهم منذ اكثر من عشرين سنة ولا يتكلمون معي الان بسبب اني قلت رأيي بشأن امر ما لدي شباب تركوا الكنيسة لاننا لم نتكلم بالكفاية عن العدالة الاجتماعية عندي اشخاص تركوا الكنيسة لانني تطرقت الى قضية العدالة الاجتماعية لدي قص صديق لي كان يكلمني واطلق العنان لنفسه وقال لا اعرف ما الذي يجب ان افعله اشعر بالصخت ثم قال لدي كومة من رسائل البريد لاناس يخبرونني بانهم سيغادرون الكنيسة واموالهم ويذهبون الى كنيسة اخرى لانه لم يكن لدي الشجاعة لاتصدى لقرار الحكومة باغلاق الكنيسة والبعض الاخر يهدد بترك الكنيسة وصحب الاموال لانني خطرت بحياتهم وفتحت الكنيسة يختلف الامر من دولة الى اخرى ولكن عند حدوث تغييرات عنيفة يمكن للصخت ان يجد مكانا ويمكن ان يبدأ من الداخل او من الخارج وعادة ما يحدث في مجموعتين مختلفتين هذا الامر ليس بجديد في القرن الاول كان هناك تحولا في السلطة افلاس اخلاقي وتفكك اسري روما كانت تتسم بالوحشية تحول سياسي كبير بين وجود امبراطور وقيام مجلس شيوخ كل هذه الاشياء التي كانت تحدث والفقر مستفحل كل هذه المشاكل واذ بمعلم يظهر وهو ابعد ما يكون عن ان يكون حانقا على الاوضاع ويقول يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة وعندها ظهرت مجموعتين عبرتا عن سخطيهما مجموعة اكبر سنا تدعى الفرسيين تقول ان تتعبث بتقاليدنا وبمؤسساتنا وبادوارنا وبمكاناتنا عندما نخرج من ازمة هذه الجائحة وانتك راع تبدأ في قيادة الكنيسة اريدك ان تدرك لو لم تفعل بعد بعض من الاعضاء الاكبر سنا بعض ممنهم حرصون على التقاليد سيرغبون في ان تعيد الامور على ما كانت عليه قبلا حينئذ ستجد نفسك بين حجري الروحة وقد تميل لان تستخدم قوتك وسلطتك وخلفيتك وترجع الى دائرة الراحة الى الوضع الراهن بينما الرب قد اتاح لك فرصة عظيمة هناك مجموعة اخرى كانت قائمة في زمن يسوع ولم يكون الفرسيين لكن مجموعة تدعى الغيورين احد اعضائها اصبحت الميذا الغيرون هم المتطرفون في ذلك الزمن كانوا قوما يريدون الاطاحة بالحكومة اغتيال الناس ايضا التخلص منهم مهما كلفهم الثمن كانوا لا يزالون في الكنيسة وبالنسبة لهم لم يبلغ يسوع مدى كافيا فيما كانوا يبتغونه لم يكن متطرفا كفاية ما الذي فعله يسوع وسط كل هذه التحديات كان مبدعا ومبتكرا علم في اماكن مختلفة علم في المجامع لكنه علم ايضا في الحقول فوق التلال اتبع نموذجا جديدا كان مبدعا لا اعرف كم معلم قال هل يمكنكم الابتعاد عن البر بهذا القارب ثم جلس داخله وبدأ يعلم استخدم يسوع اساليب مختلفة لم يسمع احد عنها من قبل سأطعمهم جميعا قبل ان اعذ لهم واعلمهم كان محاطا بالتلميذ مثل اي معلم اخر وبينما هم يرتحلون معه كان يعلمهم وبدلا من ان يكون هو نفسه محور الاهتمام ارسل الاثنى عشر والاثنين والسبعين كان يخلق اساليب جديدة كان يبدع ويبتكر باستمرار وبدلا من ان تشعر بالاهانة انظر حتى ابن الله رفض من قبل الفرسيين او لو انك لم تحقق بالقدر الكافي ما قام به الغيرون يسوع في رسالته وفي اساليبه كان مبتكرا رفض ان يسمح لمشاعره ان تعبر عن الظلم هذا هو ابن الله هذا هو المسايا الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ايمكنك ان تتخيل نحن نتحدث عن سبب الصخت ولكن ما هو باقي ما ورد في انجيل يوحنى الاصحاح الاول واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه النموذج الجديد الذي نجده في الاية الثامنة عشر من الاصحاح الاول لانجيل يوحنى الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر خبر تعني فساره كان تجسيدا خارجيا توجد مجموعات تتحرك وداخليا توجد ظروف محيطة ومن شأن هذه الامور ان تجعل يسوع صاخطا وهذا من حقه ولكنه لم يتجاوب بصخط وحنق تجاوب بابتكار وابداع قام بعمل اشياء بسبب الافلاس الاخلاقي داخل الثقافة وبسبب التحديات والفقر والعبودية ما الذي قاله وما الاسلوب الذي اتبعه سمعتم انه قيل واما انا فاقول لكم سمعتم انه قيل واما انا فاقوله لكم عين بعين وسن بسن واما انا فاقول لكم احب اعداءكم سمعتم انه قيل اتعرفون قيل للقدماء لا تزني واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زن بها في قلبه انتهز الفرصة ليغير النموذج ويشير الى جوهر الامور صاغا رسالة صادقة وكتابية وفي الصميم وفعل هذا بمنهجية لم يرها احد من قبل وهذا التحدي الذي اقدمه لك احيانا لو قمت بما يريده الرب منك قد تميل لان تكون ساخطا على الاوضاع قد يكون السبب خارجي من الحكومة او من الداخل من بعض الاشخاص في الكنيسة بغض النظر عن الاتجاه بغض النظر عن الاتجاه الذي تسلكه لو سلكت باتجاه يسوع وقلت يا رب كلي لك سافعل اي شيء سافعل كل ما تريد وبغض النظر الى اي مدى انت تتحرك في الامر للبعض قد يكون ما تفعله غير كافي علينا ان نسأل انفسنا هل سنرضي الناس ام سنرضي الرب لذا اشجعك على اغتنام الفرصة كما لم يسبق من قبل اغتنم هذه الفرصة كن مبدعا فكرت في اناس عبر التاريخ لأساعدك على الانطلاق في الامر ثم عندي بعض الاقتراحات عندما يكون المسيح هو نقطة تركيزك وليس القضايا عندما تبدأ في عقد مجموعات من الاشخاص الذين يمكنك اخذ خطوات معهم في الحياة فان الرب سيفتح الابواب لذا اليك بعض الامثلة اتدرك انه قبيل حركة الاصلاح عندما وصلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الى الحضيد وحين تفش بها الفجور باعلى مستوياته تكبد الام لا توصف الناس والفقر والكنيسة فعليا قد تحطمت كليا ودائما يأتي على بالنا الخمس والتسعون اطروحة اتعرف ان مارتن لوثر خلع الزي الديني الخارجي الذي كان يرتديه ولم يعد يرتدي زي الرهبن من بعد ذلك هذا تجديد وجد مجموعة من الراهبات وقال لهن لا اجد اي ايات في الكتاب المقدس تشير الى عدم الزواج لا نتعامل بلياقة فيما يخص الشهوات وما شابه من الجيد ان يتزوج الخادم نموذج جديد اتعلم انه حتى ذلك الوقت لو كنت تذهب لحضور الكنيسة كنت ستجد ان الترانيم قاصر فقط على فريق رسمي للكنيسة هل تعرف ما الذي فعله مارتن لوثر بدأ يرنم فلنسبح جميعنا لماذا لان هذا ما يقوله المزمور وما يقوله الكتاب المقدس فكر خارج الصندوق لا تجعل العوامل الخارجية او الداخلية او الاحداث يملون عليك ما يجب ان تفعله انها فرصة نادرة اتذكر النهضة التي حدثت في زمن جون ويسلي وويتفيلد الكرازة في الهواء الطلق اوه هذا امر مروع او القصاوس المتجولون تقصد رجال يمططون الاحصنة عشت في اوهايو واجزاء من الساحل الشرقي وغرب برجينيا يمكنك ان تقود سيارتك من بلدة صغيرة والاخرى ومئات من البلدات الصغيرة وما ان تصل الى زاوية قد لا يكون فيها اشارة ضوئية ولكنك ستجد كنيسة مثوذية بيضاء كان نموذجا جديدا مختلف تماما افكر فيما فعلته مجموعة الفة فيما يخص الكرازة بدلا من ان يطلبوا من كل واحد ان يأتي قالوا لما لا نتناول وجبة معا لما لا ننشئ مكانا لتناول الوجبات وندعو الناس لدراسة كلمة الرب بانفسهم وانفجرت الفكرة حول العالم انها فرصتنا للتجديد رأيت عدد من الكنائس بدلا من التي ساءت الامور فيها وجدنا انها انطلقت لسببين الاول هذه فرصتنا لتقديم المشاركة والمحبة كانت هناك مجموعة كبيرة من اللاجئين في سيليكون فالي وجاء مسؤولون من البلدية الى الكنيسة وقالوا لا نعلم مدى نفعل ليس لدينا الموارد لمساعدتهم وفعليا بدأوا يستثمرون في مجموعة من اللاجئين لم يهتم بهم احد ثم اخبروا كل الكنيسة هذا ما نحتاج ان نفعله وكان في الكنيسة البعض ممن يتكلمون نفس لغة اللاجئين تم جمع مئات الاف من الدولارات ومئات من ساعات عمل الرجال والنساء قدمت كعربون محبة لمجموعة من الناس ولولا الجائحة لم تم هذا الامر ماذا عن استخدام الفيديوهات وما الذي تقوم به هل سنرجع الى الخلف ونقول جيد بعد ان اصبح في استطاعتنا الاجتماع معا لن نستخدم ذلك كيف ستقوم بعمل التدريبات الرعاة الذين تكلمت معهم هم على وشك الانهيار علي القيام بهذا الامر او ذاك انا محبط واحاول ان احذر ماذا اتدرك ان معظم الرعاة حول العالم ابتكروا نموذجا يعد فريدا من نوعه جدا بتعبير اخر انا راع وعندي بعض العاملين لو كنيسة كبيرة ولكن انا مسؤول علي ان اقوم بالوعظ وعندما اكون مريضا او مسافرا يقوم اخر بالوعظ بدلا مني اود ان اقترح عليك نموذجا قد يطيل من خدمتك ويعمقها اكثر ويجعلها افضل بكثير وجدت نفسي في هذه الحالة منذ عدة سنوات وفي هذا الوقت كان الرب قد تجلى بصورة قوية جدا وفي كل مرة كنا نقوم بفتح خدمة كان مئات الناس يأتون وخلال سنوات توفد مئات من الناس وفي كل مرة كنت اشعر بان هذا بسببي وعلي تسليم الامر ولو سفرت لأسبوع ينخفض عدد الحاضرين واخيرا بعد ان استنفذت طاقتي قررت ان اخذ راحة اسبوعين للدراسة واسبوعين عطلة وعندما فعلت هذا اول اسبوع نقص الحضور حوالي ستمائة فرد ثم الف فرد وقل عدد الحضور شيئا فشيئا واتذكر بانني كنت اجلس وافكر يا رب انا احصل على هذه التقارير لان نسبة الحضور هامة واتذكر قول الرب لي تشيب هذا مصار سيء تشيب هذه الكنيسة تتطلع وتعتمد عليك اكثر مني هم غير ملتزمين بالرسالة هم يلتزمون بها من خلالك وبسبب شخصيتك دعني اخبرك تشيب ما يبدو عليه الامر ان المنصة التي وضعوك فوقها في طريقها للانحضار اما هم فبصدد ان يصابوا بالاحباط وخيبة الامل ثم اعطاني الرب خطة ربما ترغب في استخدامها حان الوقت لاعظ بعد عودتي من الاجازة اخذت كرسيا ووضعته امام المنبر وقلت اريد ان اقضي معكم وقتا عائليا قبل تعليم اليوم وقلت هذا بلطف قدر استطاعتي اريدكم ان تعرفوا انا احبكم كثيرا ولم يسبق ان شعرت بخيبة امل فيكم ككنيسة اكثر مما اشعر به الان ثم شرحت لهم ما حدث في نسبة الحضور وقلت لو انكم تحضرون لتسمعونني فهذا طريق مسدود قلوبكم غير كاملة هذا لن يكون جيدا لكم ولي فلدينا اعضاء اخرين هم معلمون جيدون ساعمل معهم وسنكون فريقا للتعليم ولن اخبركم متى سيكون دوري في القاء العظات ثم بدأت في الاستثمار في من لديهم موهبة التعليم وسرعان ما اصبح لدينا ثلاث معلمين ممتازين في غضوني سنتين قمت بالتعليم بنسبة 65% فقط من الوقت استمعوا الى شخصيات مختلفة بمواهب متعددة البعض منهم كان اكثر لطفا اعمارهم متفاوتة تخيل ماذا حدث الكنيسة انطلقت ما حدث بعد خمس سنوات كلهم اصبحوا من كبار الرعاة ووصل التأثير الى كنائس اخرى والسبب هو التحول الى نموذى الجديد ناتج عن وقت عصيب حيث كنت منهكا لدرجة انني كنت اترك الخدمة ها هو السؤال ماذا عليك ان تفعل للاستفادة من هذه الفرصة وما المناطق التي تحتاج فيها تجديد حياتك الشخصية طريقة حياتك وتعليمك هل كنيستك تعتمد فقط على العظة الصباحية لخدمة الاحد هل حن الوقت لان تطلق مجموعات صغيرة للتلمذة ولإعادة توجيه كنيستك للتركيز على التلمذة هل حن الوقت لتشكيل فريق جديد للقادة لا اعرف هل هناك احتياجات لم تكن لتظهر قبل الجائحة في مجتمعك في مدينتك في امتك بسبب الدور الذي تلعبه هي ظهرات الآن وبدلا من ان نركز على الخسائر هذه الفرصة هي فرصة للكيرازة لنخطو في عصر جديد لم يصبق له مثيل يقول الرسول بولوس في رسالة روميا الاصحاح الثاني عشر الاية الرابعة عشر باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا فرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكين مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالامور العالية بل منقاضين الى المتضعين لا تكونوا حكماء عند انفسكم ما اره هو وضع عصيب وصعب للغاية وبدلا من ان يصخط هو يباركهم في الصياق هذه طريقة جديدة للكيرازة كيف تعامل من هم خارج الكنيسة ما الذي يحدث عندما تفرح مع الفارحين في حفل زفاف في مرحلة ما من العمر في ولاد الطفل وانتم ككنيسة تقولون سنحتفل معهم او ماذا عن من ينحون لفقد احباء ربما احدهم يمر بازمة طلاق وتقول سنشاركهم احزانهم سنبكي وسنصلي معهم اسمع هذا جيدا ستجرب وانت في هذه المرحلة من التحول الرهيب الذي يتعرض له العالم ان تتجاوب مع الاحداث بصخط على كل ظلم واقع في ضوء من انت وما الذي قمت به ويسوع يقول لا نتجاوب هكذا دعونا نبدع كما لم نفعل من قبل ايها الرب القدير ضع افكارا ونماذج جديدة تتيح فرص جديدة وتمنح شجاعة جديدة وامان جديد في قلوب اخوتي واخواتي حول العالم ساعدنا لننظر ليس الى الخسائر ولكن الى الفرص التي لم يتم اتحتها في الكنيسة لنجذب الكثيرين الى المسيح ونراهم ينمون ويصبحون اتباعا ليسوع يا رب نعلم ان هذه مشيئتك ونشكرك في اسم المسيح امين